يا المؤمل جينا نسأل يمت مولاي الفراج أم برضوة أم سواها أنت يا شبل الحجاج كل موالي راف عيدة وابدع الندب عراج يمت يمت تلف يمت سيد تروي المهاج مل صبرنا وانكسار يمت تظهر البشار مل صبرنا وانكسار يمت تظهر عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول إن الملائكة الذين نصروا محمدا صلى الله عليه وآله يوم بدر خمسة آلاف ملائكة جاءوا في بدر ونصروا النبي صلى الله عليه وآله في الأرض هؤلاء بعدهم موجودين أولئك الملائكة مو إحنا فقط نعيش حالة الانتظار مو إحنا فقط نعيش حالة الانتظار أولئك الملائكة أيضا يعيشون حالة الانتظار ما صعدوا بعد يعني إلى عهد الإمام الباقر صلوات الله عليه وَلَا يَصْعَدُونَ هؤلاء باقون في الأرض حتى ينصروا صاحب هذا الأمر وهم خمسة آلاف وعددهم مذكور أيضا في القرآن الكريم إذن هذا يمثل إمدادا غيبيا للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه ولكن الشيء الذي يبدو من روايات أخرى أن الإمداد الغيبي جزء القضية هذا التصور الموجود عندنا أن الإمام المهدي صلوات الله عليه عند بعضنا يأتي وبدون أي مقدمات وبدون أي مؤونة وإذا بالكرة الأرضية كلها تخضع له هذا التصور تنفيه الروايات أكو هناك جبابرة حاكمون أكو هناك طغاة أكو هناك أفراد مصالحهم تتعرض للخطر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عندما جاء ألم ينكره علماء بعض علماء اليهود والنصارى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم بعضهم طبعا ولكن هناك مصالح في القضية جماعة يخرجون إلى الإمام المهدي ويقولون لا حاجة لنا فيك ارجع من حيث أتيت الطواغيت الطواغيت ما حاربوا النبي صلى الله عليه وآله ليش؟ الطواغيت حاربوا النبي صلى الله عليه وآله ويحاربون الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجعه الخط الأموي الخط الأموي موجود الخط الأموي لم ينتهي رأيتم بعض آثار بعض مظاهر الخط الأموي في العراق الذين كانوا يأخذون المؤمنين ويأمرونهم أن يشتموا أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب صلى الله عليه أمير المؤمنين على الأقل هو الخليفة الرابع يقولون إما تشتم وإما نذبحك الخط الأموي موجود الخط الأموي لم ينتهي وهؤلاء يقفون أمام الإمام المهدي صلى الله عليه والإمام المهدي صلى الله عليه لا ينتصر عليهم بالمعجزة فقط وبالإمداد الغيبي فقط يقول لما قدمت المدينة قلت لأبي جعفر عليه السلام الإمام الباقر صلى الله عليه إنهم يقولون الناس يقولون إن المهدي لو قام صلى الله عليه لستقامت له الأمور عفواً عفواً كما يبدو يعني بلا تعاب بلا مؤونة فقال كلا الإمام الباقر والذي نفسي بيده لو استقامت لأحد عفواً لستقامت لرسول الله صلى الله عليه وآله حين أدميت رباعيته المعروف يقولون كسرت رباعيته هذا معروف الوالد رحمه الله كان ينفي ذلك كان يقول ما كسرت وهذه الرواية تقول أدميت إدماء وشج في وجهه النبي صلى الله عليه وآله الإمداد الغيبي كانت جزء المعادلة ولم يكن كل المعادلة كانت هناك معانات كلا والذي نفسي بيده حتى نمسح وأنتم العرق والعلق ثم مسح جبهته العلام المجلسي رحمه الله في البحار يقول العلق الدم الغليظ وهذا كناية عن ملاقات الشدائد التي توجب سيلان العرق والجراحات المسيلة للده عرق جهاد ميدان جهاد نحن وأنتم هم إحنا هم أنتو والعلق بعض الولاة هذه طبعا في المراحل الأولى الولاة الذين يعينهم الإمام المهدي صلوات الله عليهم في بعض البلاد يقتلون جماعة يقومون ضدهم ويقتلونهم فيرجع الإمام المهدي صلوات الله عليه إليهم الإمام المهدي صلوات الله عليه لاحظوا الرواية الأخرى يقول الإمام الباقر صلوات الله عليه في هذه الرواية ينزل المهدي باللفظ الآخر صلوات الله عليه يوم الرجفة بسبع قباب من نور لا يعلم في أيها هو ظاهر كلمة ينزل لعل ظاهرها يعني ينزل من السماء في قباب من نور لا يعلم في أيها هو حتى ينزل ظهر الكوفة لماذا لا يعلم في أيها هو؟ هاي في المراحل الأولى لعله تحفظا من بطش الأعداء لأن إذا عرف الإمام المهدي صلوات الله عليه الخط الأموي خط الجبابرة لعله يقتلون الإمام المهدي يعني يحاولون قتله فالقضية ليست فقط قضية غيبية قضية غيبية قطعا وإمداد الله موجود قطعا وعناية الله موجودة قطعا وخمسة آلاف من الملائكة ينزلون ولكن أيضا هذه الروايات تدل على أن هناك أيضا بعدا طبيعيا في حركة الإمام المهدي صلوات الله عليه كما كان هذا البعد الطبيعي في حركة رسول الله صلى الله عليه وآله يا صاحب العصر أيها النور الكدسي الفيض يقرع أبواب الكلوب أيها العذب الركراك فوق صفحات البصائر تجلو عنها رمد الانتظام أيها الحب الغافي فوق رمال الضلوع يممت وجهي يممت وجهي شطر ناحيتك حيث أنت في كل مكان تقلب في راحتك المدى القرآن الكريم في مواقع متعددة يشير إلى ظاهرة الغيبة في حياة الأنبياء وفي حياة الأولياء لعله إذا واحد يقرأ القرآن الكريم بهذا المنظار يجد هناك إشارات وتلويحات كثيرة في مواقع متعددة في القرآن الكريم إلى فكرة الإمام المنتظر وشؤون الإمام المنتظر القرآن الكريم يبين أنه كانت هناك غيبة لنبي الله موسى بن عمران والآية الكريمة تقول وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةَ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرَ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةَ وَقَالَ مُوسَى لَأَخِيهِ هَارُونَ أَخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ أربعين يوم موسى بن عمران وهو نبي من الأنبياء العظام يغيب عن قومه أربعين ليلة حتى أخوه ووصيه هارون حتى أخوه هارون لم يصحبهم معه في هذه الغيبة يبدو وحدك وحيد هذه غيبة قصية القرآن الكريم يثبت غيبة أخرى إذا كانت هذه الغيبة غيبة قصيرة فهناك غيبة أخرى طويلة في القرآن الكريم نبي الله عيسى بن مريم خاب عن قومه بل غاب عن البشرية كلها الآن كم عام يمر على غيبة عيسى بن مريم حوالي ألفين عام القرآن الكريم يقول وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَا لَهُمْ وفي آية أخرى يقول بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وإلى الآن عيسى بن مريم يعيش حالة الغيبة القرآن الكريم يثبت الغيبة لنبي الله يونس ابن متى وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين كم يوم كان في بطن الحوت كما يقوله بعض العلماء أربعين يوم كان في بطن الحوت نبي مبعوث ولكنه يعيش أربعين يوما في بطن الحوت هل قدح ذلك في نبوته؟ هل انتفت عنه صفة النبوة بهذه الغيبة؟ القرآن الكريم يثبت الغيبة لأهل الكهف ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة ثلاثمائة عام بالسنوات الشمسية وثلاثمائة وتسعة أعوام بالأعوام القمرية كانوا غائبين على ما أتذكر حتى كان هناك كلام أنه أكو هالشكل أفراد أو ماكو لأن بعد مرور ثلاثمائة عام كم جيل يتبدل؟ بعض العلماء يقولون كل أربعين عام يتبدل الجيل بعض علماء الحضارات ولذلك في الآية أكو يتيهون في الأرض أربعين سنة قاعدين حتى يتبدل هذا الجيل كم جيل تبدل في خلال هذه الأعوام الطويلة لعل القضية نسيت أو اختلف فيها ولكن بعد هذه المدة الطويلة وكذلك أعثرنا عليه وإذا بأهل الكهف يعودون إلى الظهور بعد هذه الغيبة جبريل صاحب سدة النصر الكبير طال انتظارك سيدي أزيف الظهور شبريل صاحب سدة النصر الكبير طال انتظارك سيدي أزيف الظهور الآخرة غيب أو شهود قبل الآخرة الله غيب أو شهود الله غيب له شهود الله هم غيب هم شهود الله غيب من جانب ويمتحن العباد بهذا الغيب امتحان حقيقة امتحان ومن جانب شهود عميت عين لا تراك الله متجلي في كل ورقة شجرة ذاك العالم يقول في المختبر رأيت الله عظمة الله وجود الله صفات الله تتجلى في كل ذرة ذرة من هذا الكون هذا اختلاط عجيب يا ظاهرا في بطونه يا باطنا في ظهوره البطون يمثل امتحان الظهور يمثل تمام الحجة الآخرة غيب أو شهود إذا الآخرة كانت شهودا ما كان الامتحان مثل شرطي واقف قدامكم إذا شرطي واقف قدامكم إذا الله كان يخلي جهنم قدامنا ظاهرة كل واحد يسوي معصية فورا الملائكة ياخذوه يذبوه في جهنم كان يتم الامتحان؟ أبدا جهنم غيب ولكن في نفس الوقت الجنة والجحيم واضحتان لمن يريد أن يرى إذا واحد ليغم مضعان إذا واحد ما يريد يشوف يقول شايفين واحد طلع من قبرا فشخ هذا مثال معروف لو ذاك إجي أخذ العظم قال من يحيي العظام وهي رمين شوفوا في الآخرة الله خلط العنصرين بشكل عجيب الآخرة واضحة مئة بالمئة لمن يفتحانه البراهين العقلية البراهين النقلية البراهين الوجدانية البرهان والوجدان والقرآن كلها تؤدي إلى الآخرة واضح الآخرة لكن من جانب آخر باطنة هنا الامتحان يظهر وَلَعَلَّهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ معنى الآية الكريمة هذه الله سبحانه وتعالى يقول أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى بعض قائلين أَكَاد يعني أُرِيدُ أُخْفِيهَا الله أَخْفَى الآخرة لَعَلَّهُ معنى الآية لتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى إِذَا الآخرة كانت ظاهرة الكل كانوا متقين الكل كانوا مؤمنين هذا الامتزاج العجيب بين البطون والظهور بين البطون والظهور موجودة في قضية المهدية المنتظر عجل الله تعالى فرجعه في نفس الوقت الذي الإمام المهدي صلوات الله عليه غائب عن الأكثرية الأكثرية ما يشوفون الإمام المهدي ولكن في نفس الوقت إذا واحد يريد الحقيقة يريد إذا واحد ما يريد الحقيقة يشكك حتى في وجود الله إذا واحد يريد الحقيقة قضية الإمام المهدي واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار أي مجال للتشكيك ماكو فيه الله أتم الحجة لكن إذا واحد يريد يغالط نفسه يريد يغالط وجدانه بل أكو مجال للإنكار كما أنه أكو مجال لإنكار الآخرة كما أنه أكو مجال لإنكار الله سبحانه وتعالى الذي أف الله شك فاطر السماوات والآر أكو مجال لأن هذه طبيعة الدنيا لازم يمتح واختم قلب الكون من هول العنى واستحكم الطبيان فيها نافخا فوق الحروب مسعر النار الشقاء أفهل سواك بحده يجتثه فسقيلك البتار قاصفات السماء والنار لو كانت ظهور جعلتها بردا سلاما معلنا فينا الحضور إذا كانت ظاهرة الغيبة ظاهرة عامة فالسؤال عن علة الغيبة وسبب الغيبة أيضا يكون سؤالا عاما هذا السؤال ما يختص بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه لماذا غاب عيسى بن مريا السؤال نفسه يرد السؤال عام وليس سؤالا خاصا لماذا غاب الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه هنالك عدة إجابات في الحياة في دائرة التكوين وفي دائرة التشريع هنالك النقاط غموض وهذه النقاط الغموض إما لا تحتمل عقلية البشر فهمها وإما جعل الله سبحانه وتعالى هذه النقاط نقاط الغموض لحكم من الحكم في دائرة التكوين هنالك نقاط غموض وحقيقة إذا واحد يلاحظ هذه النقاط بعيدا عن نظرية الحكمة المجهولة لعله يبتلى بحالة من الإحباط والنكوس والارتداد في عالم التكوين هنالك النقاط غموض لعله نقلت لكم قديما رجل قال ذهبت إلى أوروبا فرأيت امرأة هنالك كانت تنكر وجود الله سبحانه وتعالى وتقول لو كان الله موجودا لما قامت الحرب العالمية الثانية يبدو اكتوت بنيران الحرب العالمية الثانية نحن أحيانا نعيش مشكلات محيرة في حياتنا البشر يعيش مشكلات محيرة لماذا حدث هذا الشيء إما حدث يتعلق بحياتنا الشخصية أو حدث يتعلق بالبشرية ككل هذه النقاط غموض في الإطار التكويني وهنالك النقاط غموض وإبهام في الإطار التشريعي كم مثال مئات الأمثل على ذلك نحن كيف نواجه نقاط الغموض بهذه النظرية نظرية الحكمة المجهولة نظرية الحكمة المجهولة ترتبط ارتباطاً عضوياً بمستوى الإيمان يعني كلما مستوى الإيمان يكون أعلى الإيمان بالحكمة المجهولة يكون أقوى نحن عندما آمنا بالله سبحانه وتعالى إيمان يقين إيمان قطع وآمنا بأن الله سبحانه وتعالى حكيم وآمنا بأن الله سبحانه وتعالى الرحيم وآمنا بأن الله سبحانه وتعالى ودود ودود شنون لفظة حلوة أنا ابتليت بمشكلة في حياتي مشكلة مدمر اللهم يعرف شنون يبتلي الفرد في نقطة مدمرة من حياته كل واحد الله يبتلي بشكل ليش يا الله القضية محلولة انت آمنت بالله انت تؤمن بأن الله حكيم انت تؤمن بأن الله ودود انت تؤمن بأن الله رحيم انت تؤمن بأنه ما قدر الله للمؤمن شيئا إلا هو خير له قطعا هذا فيها مصلحة حلة المشكلة نعم إذا واحد إيمان ما عنده يجب أن يعود إلى الجذور إذا واحد شاف عند الشك يجب أن يعود إلى إيمانه وإلى هذه الجذور لا بأس أن ننقل لكم هذه القضية لعل مضمونها هالشكل العام حفظه الله يقول عندما جاءت الموجة الشيوعية في العراق موج قبل يمكن خمسة واربعين عام تقريبا يقول قلت لوالدي ماذا نبحث مع الشباب لأن احنا عدنا هيئات شبابية فقال والدي ابحثوا معهم حول أصول الدين هذا هو أي شيء آخر لا تبحثوا معه أنت لا تبحث معه لماذا خاتم الذهب حرام لأن هذه الأسئلة تبدأ ولا تنتهي أنت حلت هذه المشكلة لماذا خاتم الذهب محرم لأنه خاتم الذهب فيه إشعاعات مثلا تؤثر على الكريات الحمر أو البيض في الرجال ولا تؤثر في النساء سؤال ثاني لماذا صلاة الصبح ركعتان ليش مركعة واحدة ليش مثلث ركعت لماذا الطواف حول الكعبة سبعة أشواط مو ثمانية أشواط ولا ستة أشواط واحد يقول أنا يعجبني أن أصلي صلاة الصبح اليوم أنا عندي خلق وعندي توجه إلى الله سبحانه اليوم يعجبني وأصلي صلاة الصبح أربع ركعات ليش ما يمكن هذه الأسئلة التي تتعلق بالفروع تبدأ ولا تنتهي فإنتم متوصلون إلى نتيجة إن تثبت القاعدة القاعدة الله النبي الإمام المعات إذا الشاب حلت قضية العقيدة عنده بعد كل القضايا محلولة هذا مو فقط في الدين موجود حتى في الحياة موجود إنتوا عندما آمنتوا بأن هذا الطبيب حاذق فاهم رحيم ودود أي شيء يقول تعملون بكلام التعليمات التي يقولها الأطباء لنا كثير منها من أفهمه وكثير منها لا يمكن أن نفهمها يعني الطبيب ما يتمكن أن يفهمنا مثل معالم من علماء الأصول لا يمكنه أن يفهم المعنى الحرفي لبقال على رأس المحل إفهام المعنى الحرفي لهذا البقال مو ممكن ولكن عندما آمنت بالطبيب تخضع لكل تعليماته ليش الطبيب هكذا قال الحكمة المجهول من خبير ودود عليم حكيم حلة المشكلة هناك حكمة كامنة وراء الغيبة لا نعلمها ولا يشترط أن نعلمها هل تظهر لنا هذه الحكمة في يوم من الأيام ربما تظهر لنا في عهد الظهور إذا واحد شكك في هذا يجب أن يشكك في إيمانه يجب أن ننتقل إلى مرحلة متقدمة هل يؤمن بالله؟ هل يؤمن بالنبوة؟ هل يؤمن بالإمامة؟ هل يؤمن بالإمام المنتظر؟ إذا انتهينا من هذه المرحلة فجميع الفروع محلولة هذه النظرية الأولى أكو هناك تعليق مختصر على هذه النظرية وهذا التعليق إننا نحاول محاولة ولو عندنا إيمان ولكن نحاول أن نحول الحكمة المجهولة إلى حكمة معلومة ولو في بعض أبعادها أكو هناك كتاب لطيف علل الشرائع كانوا يأتون إلى أهل البيت صلوات الله عليهم ويطرحون عليهم أسئلة تتناول الدين وأحكام الدين وفروع الدين هذا ليس يتنافى مع الإيمان هذا ليس سؤال منكر السؤال تارة يكون سؤال منكر لا، أنا أقبل ولكن أحاول أن أفهم لا أحاول أن أؤمن لا، الإيمان موجود أحاول أن أفهم بعد الإيمان فإذن هذه الإجابة إجابة صحيحة وتامة ولكن نحن نحاول أن نحول هذه الحكمة المجهولة إلى حكمة معلومة نبحث هل هناك طريق لاستكشاف بعض الحكم وراء هذه الغيبة موسيقى يا أيها المهديكم فقد انتم قلب المحب إليك يخفق بالدعاء يدعوك يرفع راية خفاقة قنوانها النصر المؤزل واللقاء ارمك بطرفك كي يبلى وجوده بندى جمالك وامتشك ذاك اللواء فحضورك الكدسي يثلج صدره أبدا ويثلج سيدي كل الصدور هنا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض يعني المليار مسلم موعودين من الله أن يستخلفهم يمكن أن يقول نعم بس هذا الوعد لمن صدر صدر للنبي وأهل بيته ما يمكن الله عز وجل يوعد أنواع من الناس بوعد وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم للتبعيد ما قال وعدكم وهذه ترجع تشبه حالة اليهود هذا التعميمات الموجودة في أمتنا الإسلامية لمصادرة حق النبي وأهل بيته وإعطاء للخلفاء للأمة كلها يشبه حالة اليهود حالة اليهود أساسا الله عز وجل أقام العهد مع إبراهيم وذريته بشرطها وشروطها كما في القرآن هم ماذا قالوا قالوا لا عهد الله مع كل ذرية إبراهيم مع الشعب الله المختار بحركة تحريفية العهد الإلهي الذي هو مع إبراهيم والأنبياء على خطه وسعوا وابتلت فيهم الشعوب إلى يومنا هذا صاروا هم أصحاب العهد الإلهي والوعد الإلهي والقول الإلهي في الواقع ما عندنا وعد لذرية بما هم ذرية أبدا عندنا وعد مشروط ولذلك القرآن الكريم يذكر وعد الله عز وجل لإبراهيم وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين إذن عهد محدد لأشخاص لم تبين أسماؤهم بس بيّنت من ذرية إبراهيم بيّنت صفاتهم ومن لأشخاص معينين وليس لكل الأمة ولكل الناس كما أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن عهد الله الذي هو الإمام في الأرض ما يعطيه لظالم هنا يقول وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض هؤلاء غير أولئك لا نفسهم نفسهم أبدا الذين قال إبراهيم يا ربي ومن ذريتي قال نعم لكن المختارين من ظلم نفسه لا أعهد إليه ومن ظلم نفسه سابقا أو لاحقا لازم يكون خالص من الظلم والانحراف صافي مخلص مخلص حتى يكون مخلصا إذن الذين وعدهم الله عز وجل بأن يستخلفهم في الأرض هؤلاء منكم نعم منكم أيها الأمة من أين هم من ذريات إبراهيم كل ذريات إبراهيم لا لا يمكن أن يكونوا كل ذريات إبراهيم كل ذريات إبراهيم طلع منهم اليهود وكل القريش وكل بني هاشم هذا لا يمكن ما وعدهم الله سبحانه وتعالى نقع فيما وقع فيه اليهود أشخاص خاصون ليش الأمة ما طلبت من نبيها أن يسميهم طلبت وسمهم لكن بعدين هم تركوا الأسماء وقالوا لا كل كل قريش من قريش من قريش لا إما الاثنى عشر لما نجد أنه في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عرفة والحجاج وقالهم دعاهم أحجوا أودعكم وحجوا كما أحج وانتبهوا وكتبوا واسمعوا طيب في عرفات كان الحاضرين في رواية تقول مئة وعشرين ألف ممكن سبعين ثمانين ألف خلي خمسين ألف هؤلاء في عرفات والنبي صلى الله عليه وآله بينهم ويحج معهم وركب على ناقة وبعدين دعا بصية جهوري الصوت جاب وقف تحت الناقة عند صدر الناقة وكان يلقي الفقر الكلمة ويقول له أصرخ بها يعني مكبرة سمعهم وقد أوتي جوامع الكلمة صلى الله عليه وآله إذن المفروض يكون موجود في هذه الخطبة في عرفة قالهم الأئمة من بعدي إثنى عشر هكذا بشرني ربي أخبرني ربي طيب إثنى عشر من هم؟ هؤلاء يجدون يعممونها هؤلاء كما فعل اليهود تعميمه الكل مي ومكين أخلاقنا محمدية ولايتنا عالوية مظلوميتنا فاطمية سماحتنا حسنية صرفتنا حسينية حسينية عقيدتنا إثنى عشرية دولتنا مهدوية عزتنا إلهية أخلاقنا محمدية ولايتنا عالوية مظلوميتنا واطمية سماحتنا حسنية نحن نعلم كمثال وكل المسلمين يعلمون بذلك للروايات المتواترة الكثيرة أنه سيأتي الإمام أرواح العالمين فداه ويبسط العدالة المطلقة على وجه البسيطة هذا نعلمه هذا من بديهيات الإسلام ولكن هل نبحث أنه الإمام أرواح العالمين فداه كيف يبسط العدالة بعض الشيء ذكر في الروايات الشريفة نتعمق في هذه الروايات الشريفة عظيم ولكن كثير من الأشياء خافية علينا لا نعرف كيف يبسط العدالة هذا الشيء الذي ما حصل على وجه البسيطة ولا مرة واحدة وما تمكن لا أقول لضعف في القدرة لعدم القابلية ما تمكن حتى الأنبياء أن يحققه أن يبسط العدالة على وجه البسيطة حتى السيد الأنبياء صلى الله عليه وآله ما تمكن لا أقول ما تمكن لأنه لم تكن عنده القدرة لا قدرة كانت موجودة عنده الأرضية لم تكن مهيئة هذا الشيء كيف يحققه الإمام أرواح العالمين فداء لا أعلم يرتبط بأن أبحث كيف يحققه زيادة على ما ورد في الرواية الشريفة لا سيأتي الإمام ويحققه صوت السماء مجلجلاً ركناً ردى سيكون قائمنا الإمام بن الإمام ليعود ذكر النور يمرح باسماً ويعود ينمو القصد في كنف السلام فهو المؤمل بالعدالة سيد حر سليل قطاء من آل كرام وهو الذي إن جاء يوم ظهوره حان الحساب كأنه يوم النشور في الكافية الشريف عن الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال الراوي ذكرنا عنده عند الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام ملوك آل فلان يعني بن العباس فقال عليه الصلاة والسلام إنما هلك الناس من استعجالهم لهذا الأمر لعله أقول بعد من أبعاد هذه الرواية الشريفة هذه الجملة من الرواية الشريفة أنه ينشغلون بهذا الشيء الاستعجال ليس معناه أن الإنسان يطلب تعجيل الفرج هذا معمور به في الرواية الشريفة لا الطلب حسن ليس معناه أن الإنسان يتوقع ينتظر الانتظار أفضل أعمال أمة انتظار الفرج هذا شيء عظيم ليس المعنى هذا لا الاستعجال شيء آخر إنما هلك الناس من استعجالهم لهذا الأمر إن الله رواية جدا عظيمة هذه هذا المقطع جدا عظيم إن الله لا يعجل لعجلة العباد أنا مستعجل الله عز وجل ليس مستعجل أنا أرى أنه صار وقت الظهور الشريف الله عز وجل شيء آخر أنا رأيتي محدودة أرى حولي الله عز وجل يعرف إن لهذا الأمر غاية ينتهي إليها فلو قد بلغوها لم يستقدموا ساعة ولم يستأخر الدعاء مؤثر قطعا مؤثر وفي الرواية الشريفة هذا شيء وارد هذا شيء المؤثر يلزم علينا أن نحمله إصلاح النفس مؤثر قطعا مؤثر بنسبة أي نسبة الله العالم هذا علينا أن نفعله رواية شريفة أخرى في التوقيع الشريف الصادر من الناحية المقدسة في مقطع منه فأغلقوا باب السؤال عما لا يعنيكم ولا تتكلفوا علم ما قد كفيتم شيء أنتم لا تعرفونه خلاص شيء خارج عن إطار قدرات عقلكم عقولكم خلاص ضوابة الظهور ليست لعقولنا أن تدركها خلاص ولا تتكلفوا علم ما قد كفيتم الله عز وجل كفاكم جعل علمه عند شخص هو الذي يعرف به كفاكم وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج هذا مرتبط بكم لا تسألوا عما لا يعنيكم لا تتكلفوا علم ما قد كفيتم هذا لا يرتبط بكم الشيء المرتبط بكم ما هو وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج هذا مرتبط بكم جبليل صاحب سدة النصر الكبير طال انتظارك سيدي أزيف الظهور جبليل صاحب سدة النصر الكبير طال انتظارك سيدي أزيف الظهور لما نرجع للقرآن الكريم نجد أن هناك سنة إلهية ثابتة ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا كما ورد في القرآن الكريم هذه السنة هي أن الأرض لا تخلو من حجة لله جل وعلا على عباده لا تخلو ولن تخلو ودوام الكون ببقاء هذا الحج المجعول من قبل الله تبارك وتعالى هذه سنة إلهية قرآنية ثابتة تكوينية ما شئت فعبر ما تخلو الأرض من وجود الحجة هس هذا الحجة كما عبر علي عليه السلام إما ظاهرا مشهورا أو غائبا مستورا أو مغمورا العبارتين صحيحتين يعني أو العبارتان صحيحتان هذا الحجة لله إما ظاهرا مشهورا وإما غائبا مستورا هذا الحجة لله على الخلق إما نبيا أو إماما أو من قسم ثالث لا هو نبي ولا هو إمام ولكنه حجة للحق على الخلق يعني حجة من طراز خاص مثلا بسم الله الرحمن الرحيم وَجَعَلْنَا بْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَهِ إِبْنَ مَرْيَمَ خَوْنَ بِحُجَّةِ وَأُمَّهُ أُمَّ لَا نَبِي وَلَا إِمَامَ لكنها القرآن عبر عنها آية حجة على الخلق مريم كانت حجة على الخلق صلوات الله وسلامه عليها أيضا الخضر لا ثابتة نبوتة ولا إمامة عند الشيعة والسنة ما ثابتة؟ لا نبوتة ولا إمامة عند الشيعة والسنة لكنه كان حجة من حجج الله تبارك وتعالى على الخلق مع أنه لا ثابتة نبوتة لا ثابتة إمامة هكذا يعبر عنه القرآن فوجد عبدا من عبادنا عبدا من عبادنا لكن عباد من طراز خاص من نوع خاص من مقام خاص عبد مصطفى مجتبى حجة لله تعالى مع أنه لا ثابتة نبوتة ولا ثابتة شفت أنا في هذه المواقع التي وجدناها على الأنترنيات أنه يقول الإمام كيف يكون حج الإمام؟ كيف القرآن الكريم يقول ليس فقط الإمام حج إبراهيم آخر عمر صار في أول عمر كان حج نبي آخر عمر حج إمام وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين من ذريتي كان عند ذرية ذرية في آخر عمر حصل عليها إبراهيم إمام هذه حجية إماما من بعد ما كانت حجية نبوة يقول لك خل النبي حج الإمام كيف يكون حجة؟ القرآن يقول أصلاً القرآن لا يقصر أو يقتصر بالحجية على مقام الإمامة بل يتعداها لأناس خاصين استفاهم الله اشتباهم الله ولا هم من الأنبياء ولا هم من الأئمة وإن الإشكال في الموضوع أنا أعجب على هؤلاء يقرؤون القرآن لا يقرؤون القرآن إن الله اصطفاكي الله يخاطب مريم مريم لا نبي لا إمام هو جناب من يقبل بالإمام يكون حجة والقرآن يعطي مقام الحجية حتى لغير الأئمة من أناس اصطفاهم الله بصورة خاصة هم مؤئمة ولا أنبياء إن الله اصطفاكي وطهركي واصطفاكي هكذا يخاطب الله مريم الله كلم أم موسى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي موسى كانت حجة بمقدار ما مريم كانت حجة ضمن دائرة ما معينة العبد الصالح علمه في مجال الخاص في المجال الغيبي والخضر كان حجة على موسى مع أن موسى كان نبيا ورسولا ومن أولي العزم الخمسة يعني لا الشهادات عنده وشهادات خطيرة نبوة ورسالة شهادات أولي العزم اللي ما حصل عليها إلا خمسة فقط من الرسل الخضر في مجال علمه اللي تعامل به مع موسى عليه السلام كان علمه حجة على موسى وكان هو حجة من حجة الحق على الخلق وهو لا ثابت نبوة لا ثابت إمامته كمريم عليه السلام اصطفاها الله وهي ليست نبيا ولا إماما الاصطفاء الإلهي والاجتباء الإلهي والاختيار الإلهي لا يتوقف عند حدود الأنبياء يا المؤمل جينا نسأل يمت مولاي الفراج أم برضوة أم سواها أنت يا شبل الحجاج كل موالي راف عيدة وبدو عن ندب عراج يمت يمت تلف يمت سيد تروي المهاج ما لصبرنا وانكسار يمت تظهر البشار ما لصبرنا وانكسار يمت تظهر ترجمة نانسي قنقر